جاسم يعقوب المرعب جمع الكثير من المميزات التي لم تتوفر للاعب مثله فبالاضافة لكونه هدافا من الطراز الفريد والنادر فقد اشتهر بألعابه القاتلة لزملائه الذين كانوا يسجلون منها الاهداف ومنها عرف بلقب ابو العطاء السخي وذلك لنقران الذات والابتعاد عن الانانية لمصلحة الفريق المرحلة الثانية كانت هي كاث العالم في اسبانيا وطبعا بدأنا سنة 1181 في الكويت التصفيات وايضا كانت مجموعة صعبة وكان معروف مقدما اللي يفوز المجموعة يضمن وصورة الى كاث العالم وقدرنا نطوف مجموعتنا اللي فيها كوريا الجنوبية وتايلاند ماليزيا وانسحبة ايران وايضا الحظ يلازمنا بالمجموعات الغوية وطحنا في مجموعة المجموعة الحديدية اللي هي انجلكرا وفرنسا وشكسلفاكيا ومعروف الدول الاوروبية ثلاث من اقوى دول الاوروبية وصل معها الرابع للكويت طبعا قدرنا نقدم عرض مشرف الجدام الشكسلفاكيا وانتعادلوا يوم واحد واحد بس اخذنا الغرور وشيفنا نفسنا جدام فرنسا فرنسا عفوا وقسلوا ان اخوش غسل الاربعة واحد اكسروا الغرورنا كله وعرضوها تعورت البرأت هذه ورجعت لكويت بس ما يدر يعني الناس تصورنا قسارة فرنسا يعني شبيرة بالعكس يعني انت لما تقول فرنسا غلبونا منو فرنسا فرنسا من تسس كاس العالم ويشاركون فيه لابد نعني نحمد ربنا وقدرنا نوصل كاس العالم ويشارك مع الفرق هذي وننجح لبارة فرنسا مرة ثانية ويقول ان يعني انا وصلت تقريبا في منتصف الشوط الثاني وصابة غوية واعتبر ان كانت نهاية حياتي الدولية في الملاعب لان بعدها ما اعتقد ان في اي مشوار انا اكمل على المستوى الدولي بعد فرنسا انا طول ان رجعت لكويت من يوم الثاني الجماعة اكمله في اسبانيا نبارت لخيرة لهم عنقلترا واخسروه واحد صبر بس كان ايضا مستوى جيد وان اعتبر ان الكويت اللي سويته في كاس العالم شي مشرف بالرغم من خسارتنا من فرنسا خسارة كبيرة 4 واحد الا ان عروض كانت جيدة بالنسبة لان لغاتسية فان اعتقد ان هو بيتي الثاني وقضيت فيه جزء من حياتي والناس اللي قفوا معي في بدايتي وقفوا معاي في اصاباتي وفي مشاكل كلها متسعرة عن سام فهم يعتقد مثل الدم في جسمي يمشي في يعني ممكن لو تشوف الدم يمكن عندي اصفر ما هو احمر نوكبر ما احبها النادي والناس اللي بالنادي الدخيل 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 الحمد ابو حمد فيصل الدخيل فيصل الدخيل فورا معاه الى عبدالله عيسى عبدالله عيسى الى سعود ابو حمد سعود بغير اللاعب نحس ياسم يحبوك يحضر الجو الله بطا بطا من مدافع وان شاء الله علاقتي ماهم رح تتم حتى الى بعد اعتزال لان الجميع الغدسية وجمهور الغدسية يعني دين في رجوبتي ما انسى وهنا اعزائنا المشاهدين نعرف بعض اللغطات لجاسم يعجوب من خلال المعسكرات التدريبية وزيارته للديار المقدسة لاداء فريضة العمرة مع المنتخب بعد مباراتنا مع السعودية بتصفيات كأس العالم عام 81 وايضا مقابلته لصاحب السمو امير البلاد المفده وسمو ولي العهد رئيس مجلس المزارع اود في النهاية اشكر كل من شاهده وساند وصفغ لجاسم يعقوب سواء بالملاعب من المدرجات او خلف الشاشات الصغيرة وانني اذا اودع ملاعب الكرة بعد مشوار دام 14 عاما اقولها كلمة حق اشعر بانها واجب علي فقد دخلت الملاعب ولي اسرة واحدة ولكن والله الحمد خارجت منها الان مطمئن بان لي اكتر من اسرة اب وام واخ واخت في كل بيت ذلك هو حب الجماهير الحب الحقيقي الذي لا حدود له انني اترك الملاعب مرغما والحسرة تحصر غلبي وحزن الفراغ سيطر علي وانني فارغ اني لحظة ولكن عزائي هو ان يكون هذا الفيلم مخلدا لذكرى لاعب نعطى كل ما يملك الكويت ولا شعبها لوفي ولتتذكر الجماهير جاسم يعقوب بمرور الزمن مع كل فغران فغرات هذا الشريط وشكراكم اه